كلية العلوم بن زهر بأجادير أزيد من 300 طالب غادروا مدرجاتهم وانتقلوا إلى ساحة الجامعة إماناً بأهمية تدبير الفضاء الجامعي الأخضر والنتيجة تستحق الروبورتاج لصديق بن زينة اللجنة طلابية في تقييم لعمل تطوعي طلابي إعادة تهيئة المجال الأخضر بكلية العلوم بأجادير أكثر من 300 طالب شمروا عن سواعيدهم لإعادة الحياة لحضائق فضاءات الكلية العملية نظمت بشكل تنافسي بين الطلبة هنا صراحة نتفاجئنا لم يكنوا تسنوا العدد الكبير للطلبة يأتي وشاركونا النشاط وخدموه بجدية ونشاط العملية هذه الهدف منها أولاً هو تحسيس الطالب بأهمية البيئة وخاصة داخل الحق الجامعي كذلك الهدف منها هو مشاركة الطالب في تدبير المجال الأخضر بالكلية وبالجامعة هذه المبادرة الطلابية حضيت بتأطير أساتدو مختصين في مجال البستنة وتويجت بتوزيع جوائز على المجموعات الطلابية التي أفلحت في تطبيق المعايير التقنية المعمول بها في تهيئة المجالات الخضراء وتبقى رمزية المبادرة هي الأقوى لتحفيز الطلبة على الخراط في تدبير مجالهم الجامعي وجهتنا التالية